يعني شخصية محترمة جدا وبنعزي طبعا أهله وبنعزي كل الناس اللي بتحبه كل جمهير مصر كلها مش جمهير نادي الأهل بس وكل أنا لها يعني يعني الله يرحمه طيب هنبتدي بقى معنا عزيزة مشاهدين خلاص احنا ليلة مباراة مصر والكنغو مباراة اللي بينتظرها الشعب المصري بالكامل مباراة مهمة مباراة غاية في الأهمية طبعا ماتش الحد احنا خلاص النهاردة السبت يعني صباحا يعني عشان كده ليلة المباراة مباراة مصر والكنغو ويمكن يشاء الحظ يعني حظ أو حظ البرنامج ان معنا اتنين من العيار السقيل اخر اتنين كذبوا الكنغو في اخر مواجهة في كاس الأمم الأفريقية 2006 المدير الفني وصاحب أروع هدف جي في البطولة الكابتن حسام حسن اللي ختم به مشواره القروي في الكنغو يعني النهاردة الرشدة يا كابتن حسن المفروض ان الكابتن والمستر والأخ فيتوريا يتفرج على الحلقة دي كويس قوي والله والله مهيب انا مش عارف اقولك ايه يعني احنا احنا بنقعد نجيب مدربين وفي الاخر بيطلعوا مش هم المدربين ان احنا نتمنى ان هم يكونوا موجودين معنا لان طبعا هو فيه اخطاء كتيره مشا نتكلم في الاخطاء احنا بس بنتكلم على الماتش اللي جاي ارجو انه ما يكونش فيه اخطاء سواء في التشكيل او في الخطة اللي هيلعب بيها لان احنا يعني يعني عاوز اقولك ان احنا يعني يعني احنا ما ينفعش يحصل معنا كده بس احنا بنعمل في نفسنا كده احنا اللي بنعمل في نفسنا كده بنجيب اي حد وبنوافع على اي حد وبعدين نيجي نشوف نلاقي ان احنا قلتنا في ترشحنا لفلان والعلان مين يتحمل هذه المسؤولية اتحمل هذه المسؤولية طبعا اتحاد الكرة اتحاد الكرة والمشرف على الفريق واللي بيختار المدربين حزم امام هو المشرف على الفريق حزم امام اه ما عنديش فكرة مين المشرف على الفريق ولا عندي فكرة مين بيختار المدربين ومين اللي بيشوف السي في بتاعهم ومين اللي بيقرر بعد كده وبعدين تيجي تبص انت كمان يعني عاملين مرتب 200 ألف يورو 200 ألف يورو يعني أنا مدرش أتكلم ولا أنقذ فلان ولا أنقذ علان إلا بعد ما تخلص البطولة طيب هنتكلم على المطش ده بالأخص لكن كابتن حسام كونغو أخير مباراة لنا كانت 2006 وحراجة كنت موجود كابتن حسام كان موجود وما حدش ينسى الهدف بتاعك خدتها على صدرك وحطتها في الشبكة يعني وكانت الكنغ وساعتها يعني ما شاء الله كانت أسماء رنانة يعني كانت أفضل حتى من الكنغ الموجودة دلوقتي بكتير كمان فذكرياتك إيه مع المطش دوت وإيه المطلوب من لعبتنا قبل المدير الفني يعني ذكريات إن كانت حالة بداية بداية الدخول في البطولة كابتن حسن شاهدتك كان من المفرادة دي بعد تقريبا مطش المغرب اللي اتعادلنا فيه الانتفاضة بتاعة اللعيبة وكابتن حسن ذاكر الفريق كويس جدا اختار التشكيل المناسب لعبنا بالطريقة المناسبة عايزة أقول إن بالنسبة لنا يعني زي ما كابتن حسن قال إحنا بنصعب الأمور أنا شايف إن إحنا حظنا كويس إن إحنا وقعنا يعني طلعنا بتلات نقاط من المجموعة ودخلنا تاني بقدرة ربنا ثم ربنا ودنا في سكة لأ إحنا لما نقابل خلينا واحدا نقيس المواضيع بالراحة كده إحنا روحنا في سكة ما نحلمش بيها يعني لما نقابل الكنغو ما احترامي الكنغو مهم أنا كنا بكلم عن المستويات التانية اللي كنت ممكن تقابلها كان الموضوع يبقى صعب فالكنغو في المتناول إمتى لو إحنا شغالين صح لو الناس الجهاز الفن المحترم اللي موجود يختار التشكيل المناسب بالطريقة المناسبة يذاكر الفريق المنتخب الكنغو عندنا حلول كتير ربنا ما دينا في الفترة دي تيم كامل كل المركز بتاع المنتخب ما فيش أي مشكلة فيها حتى بيما فيهم حتى شناو اتعور عندنا ما تحسش بحاجة أبو جبل كان من أبس البطولات اللي عملها الأخيرة البطولة كواسر الأمم الأخيرة فأنا بقول إحنا ما نحلمش إن إحنا كنا ممكن نقابل يعني الكنغو لو كنا إحنا اختارنا ما فيش حسن من كده نلحبنا الكنغو في 2019 يعني ما فيش حسن من كده حتى مهما كان قوة الكنغو بس بالمقارنة بمنتخب مصر والعناصر اللي موجودة في منتخب مصر لا إحنا الأفضل ولكن متوقفة على إراية المباراة مزبوط التركيز المهم الطريقة المناسبة لإنت تتقابل بيها منتخب الكنغو لكن أنا شايف إن إحنا إحنا محظوظين يعني كفيه توفيعة من عند ربها غير عادي في الوصول ونوصل تاني ونقابل الكنغو مش تقليل من الكنغو بس أنا بقول إن الكنغو بالنسبة للمنتخبات المتواجدة اللي وصلت طبعا إن إحنا في المجامعة التانية كنا ممكن نلعب أول ولا تاني كنا ممكن تصطادم بكودفور بسنغال كتير 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 إحنا كابفردي أول مجموعة يعني حاجة كل احترام لي ومتقدير ولعبتنا بالبودلاء يا كابتن حسن يا كابتن حسن ولعبتنا بالصف مغير سنف التاني فإحنا عندنا فرصة كويسة نتدرك الأمور وأنا كالعادة كمان إحنا تعودنا وعودنا للأسف يعني مش في الغالب مش في أجال كتير لكن في بعض الدنيا لما بتتزينك المنتخب إن شاء الله يعدي من المطبط الإحباط اللي حصلت دي والإحباط اللي اتعامل شوية من المستوى الجمهور الصدم فيه إن شاء الله نكون إحنا الطريق اللي إحنا تلعنا فيه ده ربنا وصلنا بيه إن إحنا نوصل لأبعد مدى إن شاء الله بالفاينال وليه لا أعتقد إن إحنا تعلمنا من اللي فات وإحنا تعلمنا كلنا لكن الجهاز الفني عليه دور كبير جدا لأنه هو يتدرك الأمور وأنا برضو ربنا بيحبني صح لو حصل يا كابتن حسام ومنتخبنا فاز وعدة يبقى أنا كلامي صح إن أنا لو وصلت دور 16 هاخد الكاسة بالزلط كده طيب هنكمل حوارنا مع كابتننا كابتن حسن وكابتن حسام بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر